اهلا بكم حلقة جديدة من سؤال وجواب جاهزين للحلقة دي؟ قلوا اجل جاهزون لهذه الحلقة انفع زي مازينجر مازينجر هيي ايو انت عايز تبقى رشيك؟ تبقى رشيك يعني اشترك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واسعد الله و اوقاتكم بكل خير اهلا بكم على قناتكم وعلى صفحتكم لو نفسك تخص والفيديوهات التشجيعية اليومية اللي انت لو شايف انها مهمة ما تنساش تضغط لايق قوي جدا وكمان لو لسه مشتركش في القناة فانزل يا بطل اشترك في القناة علشان تكون من ضمن عائلة لو نفسك اكبر عائلة رشيقة في الوطن العربي وكمان في العالم نبدأ على بركة الله الحلقة الجديدة من سؤال وجواب بنقول ماريان بتقول جزاك الله خيرا على تعبك معنا بش مهندس انا لم انجح في انقاص وزني الا بعد معرفة قناتكم الرائعة المفيدة جدا سؤالي هل ممكن اعمل تمرين شد الضراعين اثناء فترة رجيم ولا يجب ان انتظر لما اصل للوزن المثالي علما اني بدأت معاكم بوزن تلاتة وتسعين والان وزني تمانية وسبعين وطولي مية خمسة وستين وشكرا جزيلا على تشجيعك بص يا ماريان بكل بساطة كده هاتي ازاستين مية كده لتر تمام كده والعب بيهم تمرين كده وانت واقفة خلاص وخلاص على كده لكن ما نحاولش نزود عن كده علشان خاطر الموضوع ما يقلبش معانا عكسي وتكلمت ان احنا مش مفروض نحنا نقص على الجسم بشكل ممكن نعمل الفورما يعني ننشف الاول الدقون وبعد كده نبتدي ان احنا نلعب رياضة او عايزين نعمل مسلا فورما معينة او اي كلام من ده نقدر نحنا نعملها بعدين بس اسهل حاجة ان احنا نعمل لترين مية كده ونفضل نلعب بقى ايه شوية كده كننا شايلين ونبتدي نلعب تمارين بيها ونخش على اليوتيوب هنلاقي تمارين كتير جدا ليشد زراعين ولكن ما نقطرش عن لتر او ازازة لتر مية نروح لليزا احمد بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي سؤال ايه رأي حضرتك في مشروب عصير التفاح جاهز بالارفة الطريقة بجيب علبة عصير التفاح وحط فيها عود ارفة سجار واغليها على النار ايه الجمال ده ايه الحلاوة دي طبعا ده ماينفعش ولا يصح الصراحة لاني بصراحة انا ضد العصائر يعني انا ما بحبش العصائر وخصوصا العصائر المعلبة مليانة مواد حفظة ومليانة حاجات تانية وهي اصلا في الاساس ما بتكونش عصائر تقريبا فاحنا نبعد عن هذه العصائر وطبعا نحط عليها ارفة بقى والكلام ده عشان بس ايه تخديني بدوك يعني واقول لك اه ايش طال الارفة حلوة والكلام ده كله فلا لا 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 احبذ هذا وانا ضد هذا الصراحة وان احنا ممكن نعمل العصائر في البيت ابرك بكتير جدا من ان احنا نشربها في الشارع وطبعا قلنا ممكن ان احنا ثمرة الفاكهة بتاعتنا نضربها في الخلاط ممكن نحط عليها مسلا يعني ايه محلة صناعي يكون مضمون شوية زي استفيانة مسلا ونلاقي بقى حاجة مسلا طعمها حلو كده ومضمونة في البيت قدام عينينا افضل بكتير من اللي هو يعني الحاجات الجهزة بتاعت برا اللي كلها مواد حفظة دي مما بتقول شكرا لك دكتور على المجهود اللي اشتركوا معنا جزاك الله خيرا من فضلك ممكن ابدل الحليب بياجورت خالد دسم لاني اه ما بشربش الحليب منذ الصغر اشترى بي اكل الزبادي عادي خالص طبعا هي تقصد الزبادي اه فتقدر ان انت تاخد الزبادي بديل للحليب وده قلنا كتير جدا ان احنا عندنا كبيتين حليب خالد دسم خلال اليوم طيب انا مباكلش الحليب ايبشربش الحليب فانا ممكن اكل الزبادي. تقدروا تبدلوهم بكبيتين زبادي خالد دسم عادي. والفرق بين الزبادي وما بين الحليب ان ده في البكتيريا النفعة بس كده. يعني مفيش فرق بينهم خالص. نروح للينا بتقول السلام عليكم. شكرا عن ماجودات ودعولي نفسيتي عن سفر. ربنا كده يكرمك يا رب. عندي سؤال يا ريت تجاوبني مبارح كان اول يوم بدأت بالرجيم معاكم والارز المكتوب بالمعلقة ولكن بعض الطبخ لقيته كتير جدا. لدرجة انش بعت ما قدرتش اكمل. وسؤالي ايضا. الرز ابيض والله اصفر. الحقيقة احنا كاتبين لو خمس معالق رز بتكون بعد السلق. تسع معالق رز بتكون بعد الطبخ يعني بعد السلق. لكن قبل الطبخ قلنا بالجرامات اربعين جرام في الحالة ان احنا بناخد النشويات بشكل كامل. لو نص النشويات بيكونوا عشرين جرام وده بيبقى مكتوب على النظام. عشرين جرام من الرز. مستحيل ان عشرين جرام دول هيعملوا اكتر من خمس معالق. مش معقول ان الاربعين جرام دول هيعملوا اكتر من تسع معالق رز. وبالتالي ممكن تكوني انت ختي الرز بالمعلقة يعني مكتوب تسع معالق رز فايه? قلت اه دي تسع معالق قبل السلق. فهيطلعوا كتير جدا طبعا. فناخد بالنا من النقطة دي. الرز اللي مكتوب اربعين جرام فقط. طب رز ابيض والله اصفر يعني بس ماتي ولا رز اللي هو البلدي المصري ولا ايه بالزبط. اي رز تشاقينه واي رز متاح عندك. توكله والله ما تقلقيش. رامي بيقول نسأل الله الثبات في ديننا وتثبيت نا بعد الضيط امين. ومنرجعش اه للعك مرة اخرى. واهم حاجة ربنا يبعد عننا الغرور. لان الواحد ممكن يتفاخر بنفسه انه خس وممكن يقع تاني. وكل ده توفيه من ربنا وجهد اخواتنا في الصفحة جزاهم الله خيرا عننا. جميعا نصيحة الجميع بلاش تضيع تعبك بعد الرحلة طويلة. شكرا موانز مستوى. شكرا عائلة لو نفسك تخس. الحقيقة ده رامي بيقول نصيحة ما بيقولش سؤال. وفعلا الغرور وفيه فرق كبير جدا. وده يمكن انا عنيت منه في بداية وجودي على لو نفسك تخس. لما كنت بنزل صورتي قبل وبعد كنت بهدف وبنية التشجيع. وكنت اقول لهم يا جماعة شجعه والنظام سهل وبسيط. وكنت باكتهد واكتب كل حاجة علشان خاطر ان انا اكتبها وساعد بها الناس. والله ودي كانت النية. فاللهم لك الحمل. ربنا اعطاني على قدر نيتي. وهو ده اللي انا عايزك تعمله دايما. ان انت مش تخس عشان تتفاخر وحتى لما تنزل صورتك ما تقولش باعش الناس تقول لي هاد يا جامد والكلام ده كله. لا خالص. انت بتعمل ده علشان خاطر انت هدفك تساعد الناس. وكلما كانت نيتك صدقة ربنا هيعطيك اكثر مما تتخيل. وربنا سبحانه وتعالى اعطاني اكثر مما استحق كمان سبحان الله يعني. فربنا كرمه عظيم. عشان كده نصيحة اوعى تتفاخر بنفسك. خلي انجازك لو انت حققت انجاز انه هو يكون دافع دايما لتغيير نفسك وتغيير غيرك كمان. مش ان انت تقول بقى انا خسيت خلاص وعملت كل حاجة تتنطط على الناس فتلاقي نفسك ان انت انتكست ورجعت تاني مرة اخرى. ساعد الناس وساعد الناس اللي حواليك يعني خلي اسلوبك حلو مع الناس بلاش تجرح حد. لما حد يجي اسألك يقول لك عملت ايه. مش هتقدر تساعده. دلو على الصفحة. دلو على القناة. وقول له في ناس هناك هتساعدك روح وهم هيساعدوك. ادي له بس كده الخيط وهو هيوصل. ودي رسالتي لكل واحد بيتابعنا. اوعى توقف الخير عندك. اوعى تقول انا معرفش. او حد يسألك يقول لك انا نفسي خيص زيك تقول له لا انا معرفش اي حاجة. عشان تداري على الحاجة اللي في ايدك. لان بجد والله العظيم هيفرق معاك بشكل كبير جدا. ممكن يكون واحد في سبب يعني سبب انت تكون سبب في تغيير حياته. يغير حياتك مش بس في التخسيس. هيغير حياتك في كل حاجة ان شاء الله بإذن الله للاحسن. ودي كانت اخر نصيحة بننصح لكم في هذه الحلقة. اياكم والغرور. اياكم والتفاخر. خليك جدع. خليك كده شاطر. مع نفسك. مع اللي حواليك. تحياتي ليكم وستوضعكم الله الذي لا تضيع دي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام عليكم. علشان توصل لانظمة لو نفسك تخس بكل سهولة ادخل على جوجل وكتب لو نفسك تخس. هيطلع لك كل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة لو نفسك تخس. زي قناتنا على اليوتيوب لو نفسك تخس. واللي فيها اكتر من مليون مشترك. وبينزل عليها الانظمة بشكل مستمر مع الشرح الكامل. وكمان فيديوهات تشجيعية يومية. ودي صفحتنا على الفيسبوك لو نفسك تخس. واللي فيها اكتر من اتنين مليون وسبعمائة الف متابع. وبينزل عليها انظمة لو نفسك تخس. وكمان تشجيع بشكل مستمر ومتابعة مستمرة. وده حساب الرسمي على الانستجرام ليه لو نفسك تخسه وده تطبيقنا الرسمي لو نفسك تخسه وده موقعنا الرسمي ليه لو نفسك تخسه ودي قناة التليجرام الخاصة بيه لو نفسك تخسه ودي قناة مطبخ لو نفسك تخسه الخاصة بإعداد وصفات الطعام الصحي بشكل عملي وسهل أما قناة مهندس دايت فهي القناة الخاصة بحياتنا بعد التثبيت ودي اللي بنشرح فيها نظام التثبيت وما بعد التثبيت وإزاي نتشجع علشان نحافظ على رشاقتنا ولو حابب تكون داعم لنا في تطوير محتوى لو نفسك تخص فده حسابنا على باتريون